طيب المنص عدل أشار إلى الحكم المهم جدا والمنصف للجمعية العمومية للنادي الآلي ولإدارة النادي اللي أدارت العملية الانتخابية بكل الاحترافية والمهنية والقانونية السليمة فكان هذا الحكم المهم من محكمة القضاء الإداري بالأمس واللي قضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الآلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلام فوز الأستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قدم طعن وتضامن معه النادي الآلي وكلف الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة طلب العمري في طعنه بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعواه وطلباته احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت طبعا هو دعا الحكم جاء ليضع اللبنة الأهم والأخيرة في استقرار هذا المجلس وينطلق بكامل تشكيله يعني يزل السطار عند هذه النقطة ويمضي الأهلي ليتجاوز عقبه مقبلة أخرى كل التفايل إن شاء الله لمجلس الإدارة مكتملا بقى بإذن الله في أداء مهمته لخدمة النادي ولخدمة الحركة الرياضية كلها بإذن الله تعالى